السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اصحابي حبايبي عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير جاية معايا ليكم شال حلو اوي 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 وهيدفي وجميل وشال مميز وجديد زي ما انتم شايفين الجميل كنا عملنا الغرزة دي بمستطيل احنا عملناها كفية بس ساعته قلت لكم تقدروا تعملوها شال مستطيل كبير فمعنا الطريقة كمان قلت قلتولي عايزانها مسلس فحاضر عملناها مسلس جميلة هون شال حلو قوي جدا ومميز قوي 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 تقدري بقى تلعبي بالالوان انا هنا عاملة جنجاو سادة الاسود انت تقدري تعملي العكس الاساسي بدل الجنجاو هو السادة وبدل الاسود هو الجنجاو هديكي برضو كنتراست حلو كمان تقدري تعمليه سادة في سادة هاتي لونين يعني مثلا لو جاء عملتي روز اعملي اللون مثلا اللي هو التاني ده اللون العنابي يعني هاتي كنتراست ما بين اللونين يديكي شكل حلو كمان في حاجة تانية بس هي لعب يعني عايزة بقى انت اخترك في الالوان بقى بشكل حرفي لو عمتين لونين جنجا مع بعض لونين جنجا مع بعض بس لازم تضربي لونين الكنتراست بينهم وفرقهم رهيب عشان يباني فرق معاكي الغرزة فيعني انا نصيحتي لو مش بتعرفي ان انت تنصقي في الالوان خليكي فيه يكون اللونين يا اما سادة يا اما سادة وجنجا بالشكل ده تمام الشرح حلو اوي وبسيط انا هقولك كميات الخيوط اخر الفيديو كمان حاجة تانية انا هقولك على تقنية انا عملتها هي بتبقى طبعة تفصيل شوية هو الشل من فوق زي ما انت شايفه ومفترض ان هو بطلع مستطيل زي ما انت شايفه انا عاملاه بص يا عامل ازاي واخد ايه كيرفي كده ليه واخد الكيرفي ده حتة حرفية شوية كده ان انا عشان لما تلبسيه يبقى لافف على رقبتك شايفه يبقى ثابت يركز على كتفك ويبقى ثابت ما ينزلش لما بنعمله من هنا الحتة دي بتبقى مستطيلة كده الحتة دي بتكالكع وتضيق في اللبس وتخلي الناس تبقى ايه الشل كله شوية عامل عليك تفع لكن هنا هتخلي الشل معاك يبقى ثابت معاك على كتفك وكما تقدري زي ما انت شايفه لو طولتي خالص ومن هنا من الاخر رحت عاملاله قفلة جزء كده على قد الايد عاملاله اسورة وهنا من الاخر ايد على قد اسورة هيطلع معاك يطحفة يبقى انا كده قلتلك كل الافكار اللي ممكن نعملها من نفس الغرزة ومن نفس الشل اعمليه بقى زي ما انت عايزة كبريه وبعد كده اقفليه زي ما انت عايزة اقفليه بنصوصي بيشل زي ما انت عايزة اتمنى ان الشال يكون عاجبك وسهل وبسيط ويلا بينا تعالوا نشوف احنا الكمية الخاماتات دي ايه ونوعها وكمان هنشغل ازاي تعالوا نتعرف على الخامات اللي احنا هنشغل منها الشال الجميل ده او الاسكارف الجميل دوت طبعا هو لو صغير هيبقى سكارف هتكبريه شوية يبقى شال هيبقى جميل جدا اخر الفيديو هقولك كميات الخيوط اللي انت هتحتاجيها انا هشغل بخيط انجورة جولد الاستوكات يعني هو بس ده يعني انجورة بس تحس ان فيه تخانة ادخل من الانجورة شوية وده برضو انجورة اللي هو الاسود اجيب لي انا انطلع عليك الفتلة هوت تمام وهنا فتلة ده الفتلتين زي بعض ده له استوكات يا جماعة الاستوكات حلوة دلات وهي السبيل لنا بعد غلاء الاسعار بالشكل اللي احنا شايفينه شكل مش حلو جدا مبالغ فيه فعشان كده احنا هنلجأ للسكات وهي هشبه الستندر بزبط بتفرق في حاجات بسيطة يعني ان شاء الله مش لازم تكون 100 جرام ساعت بتبقى اقل من 100 جرام او اكتر من 100 جرام يعني ده اكتر من 100 جرام ده هتعملها حوالي 150 جرام وده هتعملها حوالي نقول حوالي 90 جرام يعني عشان كده بقول لكم الاستوكات هي بتفرق بس في كده لكن في الخامات هي هي الشغل بالاستوكات يلا بينا نشوف هنعمله ازاي بس قبل ما نشوف هقولك انا هستخدم دايما خطأ انجورة بينصح بابرة من 2.5 لغاية ابرة 4 انا هتشغل بابرة رقم 3 الابرة ده هتكون مناسبة معي جدا فيه الشغل بتاعي ويلا بينا نبدأ على بركة الله تقدري تبدأي باي لون انت عايزها وتخلي اللون الاساسي اللي انت عايزها سواء الجنجاة او السادة وعلى فكرة تقدري تعملي 2 لتنين سادة بس طبعا لونين مختلفين انا هخلي اللون الاساسي معي اللون اللي هو جنجاة هبدأ اعمل حلقة البداية هدخل جوه الحلقة وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة هدخل جوه حلقة البداية هسحب منزلقة هدخل جوه الحلقة نفسها هعمل حشو واعتبر الحشو دي ارتفاع وبعدين هعمل واحد اتنين يبقى انا عملت حشو ارتفاع وغارزتين سلسلة يبقى كده تلاتة هلف الخيط وادخل جوه الحلقة هعمل عمود وبعدين التاني اتنين سلسلة ارجع تاني هلف الخيط واعمل عمود واعمل عمود التاني التالت زي ما انتم لاحظة انا واخد خيط البداية بشطبه معي وبعدين اتنين سلسلة هرجع للمرة التالتة اعمل تلاتة عمود ادي عمود اتنين تلاتة نرجع تاني نعمل اتنين سلسلة عشان نرجع نعمل رابع تلاتة عمود كده واحد اتنين تلاتة هشد الخيط كده واسيبه انا بدأت منين من هنا انا مش هقفل الدايرة عملت يعتبر كأنه عملت صدفتي كمان انا بدأت من هنا فهاجي من هنا مش من الاولى هاجي من التلاتة التانيين هدخل في التلاتة التانيين كده ما بين العمود الاول والتاني هجيب الخيط اللي هو الاسود هصحب الخيط وبعدين ارفع فتلة البداية الشغل عليها غرزة هارجع هدخل هنا هعمل غرزة حشو واشد الخيط كويس عشان تبقى شكلها كويس بعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة هاجي من ما بين العمود التاني والتالت هعمل غرزة حشو هنا كنا عاملين اتنين سلسلة هعمل هنا في الاسود واحد اتنين تلاتة اربعة هروع على التلاتة دول ما بين العمود الاول والتاني حشو ارجع تاني واحد اتنين تلاتة هروع على ما بين العمود التاني والتالت هعمل غرزة حشو واشد الخيط كده اللي حصل ايه ان انا اشتغلت الاتنين من على السطرين من على ايه اتجاه واحد بدأت من اليمين وروحت اليسار كده الفتلتين على اتجاه واحد فكرة الشغل هي اللي عايزة اوصل لك الشغل سهل جدا هبدأ بقى اقلي بالشغل خلاص الفتلتين هنا هشد الحلقة الورنج على قد الشغل وبعدين دي الحلقة ازهد الغرزة الاولة او العمود الاول هروح للعمود التاني هسحب منزلقة والعمود التالت هسحب منزلقة عشان اوصل للمنتصف هدخل اعمل غرزة حشو عشان اعتبرها غرزة التفاع لان انا بحب ابدأ من جوا وبعد كده واحد اتنين كده ايه تلاتة ارتفاع هبدأ انزل في نفس المكان هعمل عمود وبعدين في نفس المكان عمود تاني بعد كده اتنين سلسلة هنزل في نفس المكان اعمل تلاتة عمود تانين عشان بقى كده انا عملت صدفة ما بينها اتنين سلسلة صدفتين بس صدفة سلسية هعمل نفسي كاني مش شايفة الاسود ده خالص هششغل اتنين سلسلة بعد كده كاني مش شايفة الاسود بس احافظ عليه واجيبه في اتجاهه كده عشان ما اششغلش لاع الحلقة اللي انا سايبها ولاع الخط اللي باششغل به اهو تمام شايفين انا جايبها فين اهو في الاتجاه بتاعه اللي هو العادي عشان اهو انا جيبتهم كده هشتغل عليهم هزهرين انتي تشتغل عليهم هلف الخيط واروح على الفراغ التاني الفراغ التاني كاني قلتلك مش شايفة الاسود انا عندي الاسود اربع سلسلة وعندي هنا ده اتنين سلسلة فانا هدخل من جوه الاتنين سلسلة الورنج هعمل عمود التاني التالت وزا ما انتي شايفة انا ما اشتغلتش على الاسود خالص سايب الاسود مكانه بعد كده اتنين سلسلة في نفس المكان عمود التاني التالت اتنين سلسلة حلف الخيط واروح على الفراغ الاخير هعمل عمود التاني التالت اتنين سلسلة عمود التاني التالت اشد الخيط واقول له استنى كده وراح اجيب اخوك تمام انا فين انا واقفة فين اهو هنا مش كده هاخد مين هاخد شايفين التلاتة اللي قابليها دولا هي هي التلاتة اللي قابليها دي هاجي فيه ما بين العمود الاول والتاني هدخل واسحب الايه الحلقة بتاعتي هشد الخيط على قد الحلقة وانتي بتشدي خلي بالك تكالكع منك لانها وارد جدا تكالكع منك شايفين انا بزبطها ازاي اهو هرتفع غرزة هنزل اعمل غرزة حشو وبعدين واحد اتنين تلاتة هدخل ما بين العمود التاني والتالت وخلي بالك وانتي تدخلي هنا وممكن تروح الشبكة في الاسود هعمل غرزة حشو بعمل فوق الاتنين سلسلة بعمل انا اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى في الجنجاوة بعمل اتنين في الاسود بعمل اربعة هروع على التلاتة التانين ما بين العمود الاول والتاني هعمل حشو واحد اتنين تلاتة وبعدين ما بين التاني والتالت حشوة احنا دلوقت هنمر على سلاسل يبقى بنعمل في ايها واحد اتنين تلاتة اربعة هروع على التلاتة التانين ما بين العمود الاول والتاني حشوة واحد اتنين تلاتة لان انا فوق تلاتة عمودة يبقى بعمل تلاتة وبعدين ما بين التاني والتالت حشوة هنا فوق سلاسل اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين اعمل ما بين العمود الاول والتاني حشوة احنا فوق عمدة يبقى هنعمل واحد اتنين تلاتة وبعدين ما بين التاني والتالت حشو ارفع الخيط وقول له استنى كده انا عملت ايه كده انا جيت تقوم هما الاتنين في اتجاه واحد طبعا ايه ممكن ايه الزيادات دي لو قلقاك ابقى شليها شطى بيها وشيلها في اول الايه في اول الشغلة عندك بس انا مش بحيت بشطى في الاول عشان ايه وربما نفكر ربما نعمل اي حاجة بتحصل معنا ساعة ايه دربات في الشغل فانا مش بحب كده ممكن باي حاجة اشبكم كده عشان ما يلا خبطه ديش كده دلوقتي الاتنين في اتجاه واحد طالما الاتنين في اتجاه واحد الف الشغل بعمل ايه باخد الجنجا الاول او اللون الاساسي الاول اخد الحلقة بتاعته اصحبها على قد الابرة هروح للعمود التاني هعمل فقية منزلقة العمود التالت فقية منزلقة لغاية ما اروح في المنتصف هعمل حشو وبدن ارتفع واحد اتنين هلف الخيط وروح على نفس الفراغ هعمل عمود وبدن التاني كده عملت تلاتة بالارتفاع بعد كده واحد اتنين هلف الخيط وانزل في نفس الفراغ نعمل عمود التاني التالت نعمل اتنين سلسلة بصو عايز اقولكو حاجة هو فكرة الجراني لو انت طبعا اخواتنا المبتدئين لو مش عارفين الجراني هو فكرة نفس الجراني الشغل الجراني تمام طبعا انا معايا ده لازم ان انا اميله على جنب هميله هو اتجاهه كده مش كده اتجاهه كنين اهو فخليه على اتجاهه ده اهو لانه هيجي يشيبك فين في دي فعشان كده خليك اتجاهه ده هلف الخيط دلوقتي انا عندي بين المسافات فراغ مش كده اهو اول فراغ هيقى بيني لما باجه الشغل في الاورانج بتلاشى الاسود فبشغل من قلب الاورانج هعمل كده عمود التاني التالت اتنين سلسلة هلف الخيط هروح على المنتصف قلنا بنا تلاشى الاسود فبنزل من الاورانج هعمل هنا عمود التاني التالت دي قمة المسلس مش كده القمة فالقمة بعمل فيها مرتين اجي واحد اتنين سلسلة نرجع تاني نقرر تاني احنا لما بنعمل مربع الجروني بنعمل ايه؟ بنعمل في الاركان مش كده فانا كاني عندي تلات اركان اجي رقنا اتنين القمة هي ايه؟ التالتة كده العمود التاني وبعدين العمود التالت بعد كده اتنين سلسلة بعد ما عملنا القمة هلف الخيط انا راح فين؟ لا على قمة مش على قمة يعني دول جنبين قلنا ودي قمة مش كده؟ هنا على ايه؟ جنب عادي بدخل منين؟ من قلب الارانج بعمل عمود التاني التالت اتنين سلسلة هلف الخيط راح فين انا بقى على اجيدي اعتبر كأنها رقنا او نهاية الشال عمود التاني التالت بعد كده اتنين سلسلة عمود التاني التالت وقل له خليك هنا يا حل لغاية ما راح اجيب اخوك مش كده؟ عشان راح اجيب اخوه او اللون اللي هو الاسود طبعا دي هتبقى تتشطى بجمع انا عندي الخيط فين؟ اهو شايفين؟ وانا قلتلكم ما تتشغلوش عليه هو جنبي مين؟ اهو شايفين؟ اللي هي دي يعني احنا عندنا دلوقتي هنا الصدفة دي عندنا اول تلاتة بنتشغلش فيهم هروح في التلاتة التانية هروح ما بين العمود الاول والتاني هدخل هدخل اصحب الخيط وزي ما قلتلك وانا باسحبه اتأكد ان ما يكلكعش عشان لو لو كلكع معاك هتبصت لقيه بعد كده يفق يديك شكل مش حلو فانتبهي للحتة دي بصي انا بزبط الاول وبتأكد ان انا شديت الشغل كويس هرتفع غرزة انا بحب انزل حشو تاني مش عايزة تنزل الحشو براحتك بصي انا بحب انزل الحشو عشان يبقى شبه اخوتها بعد كده واحد اتنين تلاتة عشان انا فوق اعمدة هدخل ما بين العمود التاني والتالت واول حالة بالزاد او اول جزء بالزاد ممكن تتلخبطي وتدخلي في الاسود لا ما تدخليش في الاسود اتأكد انت مش جخلة فيه تمام بعمل حشو انا دلوقتي هعدي على سلاسل طالما عدي على سلاسل يبقى هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة هروع على اعمدة هعمل ما بين العمود الاول والتاني حشو انا على اعمدة يبقى واحد اتنين تلاتة وبعدين ما بين العمود التاني والتالت حشو هنا هنعدي على سلاسل يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة هروع على اعمدة ما بين العمود الاول والتاني هنعمل حشو طالما على اعمدة بنعمل واحد اتنين تلاتة وبعد كده ما بين الثاني والثالث حشو هنعدي على سلاسل يبقى بنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة هروح لي التلاتة التانين ما بين العمود الاول والثاني حشو واحد اتنين تلاتة ما بين الثاني والثالث حشو واحد اتنين مش كده تلاتة اربعة لان احنا هنعدي على سلاسل هنروح على بين العمود الاول والتاني حشو واحد اتنين تلاتة عشان احنا فوق اعمدة ما بين التاني والتالت حشو واحد اتنين تلاتة وبعدين تلاتة اربعة وبعدين ما بين العمود الاول والتاني حشو واحد اتنين تلاتة ما بين التاني والتالت حشو نرفع الخيط اللي اتنين دلوقته بقى ايه بقوا في جنبه واحد مش كده اروح عالبة الشغل ببدأ بمين ببدأ بالورنج اعمل منزلقة في العمود الثاني وبعدين منزلقة في العمود الثالث ادخل في المسافة وارتفع واحد اثنين هلف الخيط وانزل في نفس المكان اعمل العمود الثاني لان انا اعتبرت الارتفاع عمود وبعدين العمود الثالث هعمل اثنين سلسلة هلف الخيط واعمل تاني ثلاثة في نفس المكان لان احنا قلنا الجراني بنعتبر ان دي اركان تمام؟ بعد كده هعمل واحد اثنين سلسلة القورنج بنعمل فيه اثنين سلسلة هلف الخيط اهم حاجة الله يرضى عليك ما تشغليش على الاسود هي اتجاهها فين شايفين؟ اهي الحلقة بالخيط اهو فخليهم عند اتجاه ليه؟ لان هتيجي تخش هنا تمام؟ فمنفعش ان انا الشغل منفعش تجيبهم كده تمام؟ كده؟ اهو هلف الخيط دلوقتي احنا المرة فاتت سطر فاتت شغلنا تلاتة واحدة عشان كان عندنا مسافة واحدة المراتي عندنا كان مسافة اثنين هشغل في المسافة الاولى واحد اثنين تلاتة اثنين سلسلة ارجع تاني في المسافة التانية ده بقى خلاص دلع المسلس بتاعنا ففي الاضلع بنشغل تلاتة بس مع ده القمم القمة والجناب ادي واحد اثنين تلاتة واحد اثنين سلسلة هلف الخيط هروح فين انا دلوقتي على القمة فع القمة هشتغل ايه؟ اهو بنشغل الورنج بنشغله من قلب الورنج متلشين خالص الاسود ادي كده واحد اثنين تلاتة واحد اثنين ارجع تاني في نفس المكان واحد اثنين تلاتة غرزتين سلسلة نرجع تاني دلوقتي احنا عندنا ايه؟ قلنا كام؟ مسافات مش كده دي واحدة اثنين هروح للمسافة الاولى من جوه الورنج هشتغل عمود التاني التالت انا دلوقتي في جنب فبشتغل تلاتة بس وبعد كده اثنين سلسلة بعد كده هروح للمسافة التانية واحد اثنين تلاتة بعد كده اثنين سلسلة هروح بقى للايه؟ للاخيرة هعمل فيها واحد دي بنعمل فيها مرة تاني مش كده عشان هي الحرف بتاع الشي اثنين تلاتة واحد اثنين ارجع تاني في نفس المكان عمود التاني التالت اقول له استنى هروح اجيب اخوك واجه مش هنتأخر يا رأيكو في الجمال تعالوا نجيب اخوه اخوه اللي هو التلاتة دول اهو شايفة جنبه منهم التلاتة القابلة على طول هدخل ما بين العمود الاول والتاني اصحب الخط الايه؟ الحلقة السودة اهي اصحبها برا الاول اتأكد انا اصحبها سحبها برا كده وبعد كده اتعامل معها بقى ايه؟ اشدها كويس اهو شايفين؟ اهو وحاولي ما تشديش قوي عشان خاطر ما تظلميش جي ما تشدش معاك هالشغل غرزة وزا ما قلتلك انا بنزل اعمل حشو وطالما احنا فوق اعمدة بنعمل ثلاث سلاسل واحد اتنين تالتة هدخل ما بين العمود التاني والتالت نعمل حشو هنمر فوق سلاسل يبقى هعمل واحد اتنين تالتة اربعة باللون ده وبعدين ما بين الاول والتاني حشو واحد اتنين تالتة بس عشان احنا فوق اعمدة فوق سلاسل يبقى هعمل واحد اتنين تالتة اربعة وبعدين ما بين العمود الاول والتاني حشو شوفوا لما بتشنكل معايا أنا بسيبها بسيبها وريح الشغل واحد اتنين تلاتة وبعدين حشو ما بين التاني والتالت بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة اعمل حشو واحد اتنين تلاتة حشو احنا كده على القمة وفوق سلاسل يبقى هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة حشو ما بين الاول والتاني واحد اتنين تلاتة وبعدين حشو على فكرة يا جماعة تقدروا تعملوه بقلزيبي بسكريم مثلا باي خيوط متوسطة بلاش الخيوط السميكة واحد اتنين تلاتة اربعة عشان احنا هنمر فوق سلاسل حشو واحد اتنين تلاتة حشو ما بين التاني والتالت هنروع على سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة بعد كده حشو واحد اتنين تلاتة حشو ما بين التاني والتالت واحد اتنين تلاتة اربعة بعد كده هنا حشو واحد اتنين تلاتة عشان احنا فوق اعمدة بعد كده حشو تاني ما بين التاني والتالت كده احنا اعملنا في اخر تلاتة الى قبل الاخيرة تمام ارفع الخيط كده كده الاتنين معايا بقوا في جنب واحد نقرر تاني تكرار مع بعض تمام هدخل جوه الحلقة واشدها على قد الخيط على قد الابرة قصدي وبعدين همر على العمود التاني بغرزة منزلقة على العمود التالت بغرزة منزلقة وبعدين جوه المسافة هنا هنعمل حشو وارتفع واحد اتنين هنزل جوه المكان الفراغ هعمل عمود التاني عشان يبقى تلاتة بالارتفاع بعد كده واحد اتنين سلسلة هلف الخيط وانزل تاني هعمل عمود التاني التالت بعد كده واحد اتنين سلسلة بعد ما عملنا الاتنين سلسلة هلف الخيط قلنا الخيط الاسود لازم نجيبه على جنب كده في نفس اتجاهه هو كان خلصا هنا مش كده فيبقى في نفس اتجاهه ايه وهو انتهى عشان نروح على المسافة اللي جاية احنا دلوقتي عندنا كان مسافة دي واحدة اتنين تلاتة يبقى الجنب معي بيكبر بدخل جوه الأورنج الأورنج بدخل جوه الأورنج تقدر انتي تبدلي تقدر يتعملي الشان نفسه هو اللي اسود مكان الاسود هو الأورنج كده اتنين تلاتة حسب ما تحبي وزا ما قلتلك ممكن يبقى الاتنين سادة واحد اتنين سلسلة هروح على المسافة التانية من داخل الأورنج هعمل كده عمود التاني التالت طبعا تقدر يبقى تشطابي زا ما قلتلك خيطك بس وانتي بتشطابي الخدة حاولي تشطابيها يعني ما اتميليش دي كده ما تخليش خليها اشتميل طائبة كده لأ خليها كده تمام وحاولي ان انتي تشطابيها من جوه نفسها بعد كده واحد اتنين هروح على المسافة التالتة هعمل عمود التاني بعد كده العمود التالت اتنين سلسلة هروح على المسافة التالتة هعمل عمود التاني التالت كده الجنب بعد ما كان واحدة بقى اتنين دلوقتي تالتة وتوعا الجنب حرف الشل من هنا ثابت والحرف ثابت والقمة ايه ثابتة هعمل غرزتين سلسلة هروح على القمة بندخل منين من جوه الورنج قلنا هعمل عمود التاني التالت اتنين سلسلة نرجع تاني في القمة احنا يبقى بنعمل مرتين واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة هروح على الجنب اول مسافة في الجنب هنعمل عمود التاني التالت اتنين سلسلة هروح على المسافة التانية من داخل الورنج او من داخل نفس اللون بتاعنا اتنين تلاتة اتنين سلسلة من جوه كمان عمود التاني التالت اتنين سلسلة على حرف الشال عمود التاني التالت اتنين سلسلة اتنين سلسلة عمود التاني التالت هرفع الخط كده عارفة ان انتو هتقولوا معايا دلوقتي استنى راح اجيب اخوك نروح نجيب اخوه على طول بسرعة وشايفيني الجمال والحلاوة اهو الهنا دي فين هنا ماش كده بسيب طبعا عندي حرف الشال بسيب اول تلاتة وباخد ايه تاني تلاتة بدخل ما بين العمود الاول والتاني واسحب الحلقة التاعتي الاول بسحبها ابتلها كلها بر عشان بس اتطمن ان انا ايه سحبتها كلها تمام ان ما فيش كلكع مع ايه اهو انا سحبتها كلها خالص هيك هبدأ بقى ايه حطها جوه في الابرة او انا حطها في الابرة وابدأ اسحب بالراحة خلي بالكم لو بتشغلوا بانجورة فالانجورة فيه تحسوا ان هو الخيط مش عار شوية فعشان كده ممكن يكلكع معاكو هعمل غرزة ارتفاع بعد كده هنزل اعمل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة عشان احنا فوق اعمدة هروح ما بين العمود التاني والتالت وهقرار تاني معلش شقوع تدخلي فيه الغرزة اللي هي الصودة دي او الغرز الصودة دي هعمل حشو هنمر على سلاسل بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين هروح للعمودة التانية هعمل ما بين الاول والتاني حشو واحد اتنين تلاتة ما بين التاني والتالت حشو واحد اتنين تلاتة اربعة عشان احنا هنمر على العمودة بعد كده هروح للا ايه هنمر قصدي على سلاسل بعد كده هروح للعمودة ما بين الاول والتاني عملنا حشو وبعد كده واحد اتنين تلاتة وبعدين حشو تاني بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة احنا بنقرر بس انا بأكد الفكرة حشو 1-2-3 حشو ما بين الثاني والثالث 1-2-3-4 حشو 1-2-3 حشو ما بين العبود الثاني والثالث 1-2-3-4 حشان احنا على سلاسل وكمان على القمة نعمل حشو 1-2-3 حشو هتخلصي برضو الجنب ده زي الجنب ده بالزبط زي ما عملناه ويبقوا كده الاثنين في جنب 1 انا كده جبت الاسود في نفس الناحية برضو هرفعه كده واسيه بقى استنى وكده الاثنين في اتجاه واحد نبدأ نقلب ونقرر ما سبق اللي احنا قررناه وزي ما انت شايفه الشغل بالشكل ده قراري بقى بالطول اللي انت عايزه حسب طول انت عايزه سكرف او عايزه شال كبير هخلص جزء كده حلو كده بحيس يباني للشكل بتاعنا وراسنا بتاعتنا برغم انها بانت واجه اواريكو شكل بتاعنا شكله ايه عملت جزء من الشال زي ما انت شايفه كده عشان تشوفي الشكل وتكونه متوقع بقى الشكل النهاية بتاعتنا عامل ازاي وزي ما انت شايفه انا قلتلك ان انا هتدي له كيرف خفيف هو مستطيل يعني من فوق هو تبص مستطيل اللي واخد مسلسة عزيه بس انا اديت له كيرف الخفيف ده عشان يريح معنا الرقبة لما تيجي تلبساه على رقبتك ما ايه ما يقعش تبص تلاقيه لف حواليك زي البنشو كده يبقى سابت يعني حتى من غير ما تمسكي بي ايديك تحس انه سابت لانه واخد حتة كيرفة دي هي حتة فنية شوية في الخياطة فانا عملتها الشل حلو قوي هيبقى جميل جدا تقدر يتغيري زي ما قلتلك الالوان وتغيري كل حاجة بالنسبة للخمات انا قلتلك ان انا هقولك اخر الفيديو اللي هو الاسكارف اللي طوله 45 الاسكارف هيبدأ مش اقلي من 45 سنتي 45 سنتي هياخد في حدود نقول اقل من شلتين في اللون الجنجا واقل من شلة في اللون الاسود فقط اضطر يغزب العنك هتجيب اتنين وهتديبه واحدة بالنسبة للشل الكبير اللي هو هيبقى من هنا لحد فوق بيتراوح طوله من 75 ل 80 وفي ناس بتوصل ل 85 حسب الطول بتاعه وحسب الحجمة وزي ما انت شايفه هو هيبقى عرضه عريب ما تقلقيش يعني مش من الشل اللي من فوق تطلع كنزة لا هيبقى يطلع عرضه عريب هياخد معاك في حدود 450 جرام من اللون اللي هو جنجا اللي هو الاساسي معنا واللون التاني هياخد معاك في حدود 250 جرام الشال الكبير يعني هياخد معاك في حدود مثلا نقول ايه هو لو لون سادة يعني على بعضه هياخد 5 شلات 500 جرام بس طبعا عشان هو لونين فاحنا غزبا عننا بص تلاقي بياخد جزء كده وجزء كده فغزبا عننا هتجيبي 500 تاني وهتجيبي 3 من التاني يعني 8 بس هيتفضل معاك منهم شغل بس بتجيبي احتياطي عشان انت زي ما قلتلك ممكن هتجيب استوكات والاستوكات ممكن وارد ما تلاقيهاش موجودة فهتي بالزيادة افضل معاك الشال حلو جدا مجميل جدا وسهل وبسيط وهيدا فيك للناس اللي بتسألني وهقول تاني الناس اللي بتقول لي لما بعمل حاجة مستطيلة بتقول لي عايزينها مسلسة لو بتعمل حاجة مسلسة بتقول لي عايزينها مسطيلة فده احنا عملناها مسلس احنا عملناها قبل كده مستطيلة عملناها في كوفية وتقدر تعملها شال هحطلك الرابط بتاعها في صندوق الوصف وكمان في التعليق المثبت عشان يبقى انت كده عندك من الغرزة الترقتين المسلس والمستطيل اتمنى الشغل يكون عاجبك وسهل وبسيط ما تنسيش تعملي لايك وشيرلي الفيديو واذا كنت جديدة في القناة انا برحب بيكي وبقولك اهلا وسهلا نورتيني من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه وإلى لقاء اخر بحلقة قادمة ان شاء الله